مجلس النواب الأمريكي يصوت بالموافقة على إجراءات عزل الرئيس المنتهية ولاية دونالد ترامب ويقر لائحة اتهامه الديمقراطيون عدوا أن ترامب ارتكب خيانه لمبادئ الديمقراطية الأمريكية وعرض أمن واستقرار الولايات المتحدة للخطر مؤكدين على ضرورة معاقبة الرئيس على ما اقترفه من تحريض لبعض المتطرفين على اقتحام مبنى الكونغرس وارتكاب أعمال عنف غوغائية فيما يمكن وصفه بأنه إرهاب محلي على حد وصفهم تأتي هذه الإجراءات تزامنا مع مرور عام على مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني بغارة جوية أمريكية في بغداد وتصعيد بين واشنطن وطهران حيث حدد رئيس القضاء الإيراني نترامب ورأى اغتيال سليماني وأنه سيحاكم سواء كان رئيسا للولايات المتحدة أم لا بحسب قوله وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال إن الإدارة الأمريكية تقف مع الشعب الإيراني وتقاطع مضطهديهم وتكشف حقيقة وحشية النظام كما نشر بومبيو صور عدد من معتقلين رأي الذين تحتجزهما سلطات الإيرانية مطالبا إياها بالإفراج عن المحتجزين وجاءت تصريحات وزير الخارجية هذه بعد ساعات على إعلان واشنطن حيازتها لأدلة تثبت تورط الحكومة الإيرانية بإيواء عناصر من تنظيم القاعدة وتقديم الدعم لهم ترامب حمل إيران المسؤولية في حال حدوث هجوم يستهدف أمريكيين في العراق وقال إن قتل أمريكي واحد سأحمل إيران المسؤولية وعليهم أن يفكروا في الأمر جيدا فيما عد وزير الخارجية الإيراني محمد جوالظريف هذه التصريحات لصرف الانتباه عن الإخفاقات في الداخل مع هذه الأجواء المحتقنة فإن إيران رفعت تخصيب اليورانيون بنسبة 20% فيما فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على مؤسستين تابعتين للمرشد الإيراني علي خامنئي وكيانات أخرى مرتبطة بإيران كما أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة ستصنف ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن على أنها جماعة إرهابية